نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء التي ترددت حول اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاما لاستكمال مشروعات تطوير المواني وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو محدود دعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق وأن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن وأشارت الهيئة إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات مواني الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير المواني البحرية التابعة لها وبتكاملها مع المناطق الصناعية ترجمة نانسي قنقر